وضع صعب ذلك الذي يعيشه النازحون في المخيمات التي تفتقد لأبسط المقاومات الإنسانية فلا خدمات ولا مساعدات وشحن في الغذاء والدواء إلا أنهم لا زالوا يتأملون عودتهم إلى ديارهم وجاءت كلمة رئيس مجلس الوزراء كالبلسم على جروحهم الغائرة في أعماقهم لتعزز ثقتهم بعودتهم القريبة بدأنا بإجراءات للإسراء بعودة العوائل التي هربت من بطش داعش إلى مناطقها المحررة خصوصا في محافظة نينوة وفي مناطق سنجار وجرف الصخر وغيرها وبذل جهود إضافية لإعادة إعمارها وغير ذلك من القرارات وسنستمر بتطوير حلول إضافية استجابة لمطالب المتظاهرين النازحون قالوا أن عيونهم ومنذ سنوات ترنوا للديار مطالبين رئيس الوزراء النظر بعين الرأفة لحالهم ولعائلتهم نحن نكيف على هذا الغرار والله إنه سبع سنين ورح تجسامنا وإحنا مهجرين دايحين لا عمل الإصاد ولا عمل الإنزل غير عمل الله وشوفها النشانة فليوس ماكو معاش الشغل ماكو زرع ماكو غير نشهد مننا الناس هذا الأهل الرحم يجيبون لنا والله لو ما سامر سعنا ميتين إحنا وجعلنا أيامة يصير حل النازحين يعني لا منحة لا شيء وهو طلع خطابه الصحفي قال بالنسبة النازحين لازم يرجعون للمناطقهم وإحنا صارنا خمس سنوات أساسة احنا نطلب من الله ومنه يرجعنا وما يتكشف منه آخرون طالبوا بإحلال الأمن والأمان في مناطقهم ورفع مخلفات الحرب التي شنت على الإرهاب ليتسنى لهم العودة بالنسبة ما عندنا غير الله ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي نطلب من سيد عادل عبد المهدي أن ينظر بحالنا وحال هذه النازحين الناس الفقرة والمساكين الموجودين في هذا المخيم المخيم يفتغل كل شيء من مواد من إيقاثة من صحيات من كل شيء احنا نطلب منه أن نعود إلى مناطقنا وما رأيدي منه لا أن يبني لنا بيوت ولا رأيدي لنا سيارات مجرد احنا رأيدي العودة لمناطقنا احنا مناطقنا مناطق زراعية ونعيش وذاني شيء الأمان والاستغرار هاي أهم فقارتين موجودة بل من نرجع ويعاني النازحون شحا في الغذاء والدواء والوقود أما خيامهم البالية فلا تقيهم حر الصيف ولا برد الشتاء إلا أنهم يتوسمون خيرا بعودة قريبة إلى مناطقهم المحررة مثل ما وعد رئيس مجلس الوزراء